يعلن سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية 2022 فإلى هناك بسم الله الرحمن الرحيم أن اللجنة العليا للإشراف على سلامة انتخابات أعضاء مجلس النواب وبعد الإطلاع على محاضر اللجان الإشرافية في المحافظات وتنفيذاً للمادة الثامنة والعشرين من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية فإننا نعلن النتائج النهائية للانتخابات النيابية في الدور الثاني والتي جرت في يوم السبت الموافق 19 نوفمبر 2022 حيث أسفرت النتائج في الدورين الأول والثاني عما يلي محافظة العاصمة الدائرة الأولى الفائز فيها محمد حسين عبد الله حسين جناحي الدائرة الثانية الفائز فيها أحمد عبد الواحد جاسم حسن قراطة الدائرة الثالثة الفائز فيها ممدوح عباس أحمد الصالح الدائرة الرابعة الفائز فيها حسن عيد راشد بخماص الدائرة الخامسة الفائز فيها أحمد صباح سلمان السلم الدائرة السادسة الفائز فيها محمود ميرزة جعفر علي فردان الدائرة السابعة الفائز فيها زينب عبد الأمير خليل إبراهيم الدائرة الثامنة الفائز فيها جليل علوي السيد حسن علي الدائرة التاسعة الفائز فيها محسن علي عبد الله محمد العسبول الدائرة العاشرة الفائز فيها إيمان حسن إبراهيم عبد الله شويطر محافظة المحرق الدائرة الأولى الفائز فيها محمد رفيق قارئ محمد سعيد الحسيني الدائرة الثانية الفائز فيها حمد فاروق حسن أحمد الدوي الدائرة الثالثة الفائز فيها محمد جاسم راشد العليوي الدائرة الرابعة الفائز فيها هشام عبد العزيز محمد يوسف حسين العوضي الدائرة الخامسة الفائز فيها خالد صالح أحمد بوعينك الدائرة السادسة الفائز فيها هشام أحمد يوسف أحمد العشيري الدائرة السابعة الفائز فيها عبد الله حسن عبد الله راشد الضاعن الدائرة الثامنة الفائز فيها أحمد سلمان جبر المسلم المحافظة الشمالية الدائرة الأولى الفائز فيها مهدي عبد العزيز أحمد ناصر لشويخ الدائرة الثانية الفائز فيها جلال كاظم حسن كاظم الدائرة الثالثة الفائز فيها وليد جابر جاسم الدوسري الدائرة الرابعة الفائز فيها حسن إبراهيم حسن إبراهيم الدائرة الخامسة الفائز فيها مريم حسن علي ناصر السائر الدائرة السادسة الفائز فيها عبد النبي سلمان أحمد ناصر الدائرة السابعة الفائز فيها منير إبراهيم أحمد حسن سرور الدائرة الثامنة الفائز فيها عبد الحكيم محمد عيسى الشنو الدائرة التاسعة الفائز فيها محمد سلمان محمد صالح الأحمد الدائرة العاشرة الفائز فيها جميل داد محمد ملة حسن الدائرة الحادية عشر الفائز فيها باسمة عبد الكريم مهدي إبراهيم مبارك الدائرة الثانية عشر الفائز فيها حنان محمد علي فردان علي محافظة الجنوبية الدائرة الأولى الفائز فيها عبدالله خليفة عبدالله مصفر لرميحي الدائرة الثانية الفائز فيها مريم صالح فارس عبدالله الضاعن الدائرة الثالثة الفائز فيها محمد محمد عبدالله حسين الرفاعي الدائرة الرابعة الفائز فيها محمد يوسف محمد المعرفي الدائرة الخامسة الفائز فيها محمد موسى علي محمد الدائرة السادسة الفائز فيها نجيب حمد جمعال كواري الدائرة السابعة الفائز فيها علي ماجد علي حسن الماجد النعيمي الدائرة الثامنة الفائز فيها بدر صالح عبد العزيز التميمي الدائرة التاسعة الفائز فيها علي صقر حسن حسن الدوسري الدائرة العاشرة الفائز فيها لولوة علي حمد ماجد الرميح وبناء على ما تم إعلانه من قبل رؤساء اللجان الإشرافية بشأن نتائج الانتخابات البلدية وطبقاً للمادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية فأن النسخ المرسلة لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأغاف من قبل اللجان الإشرافية تتضمن النتائج التالية أولاً محافظة المحرق الدائرة الأولى الفائز فيها محمد يوسف أحمد محمود المحمود الدائرة الثانية الفائز فيها دلال عيسى جاسم حمد محمد المقهوي الدائرة الثالثة الفائز فيها عبدالقادر محمود عبدالقادر عبدالرحمن الدائرة الرابعة الفائز فيها عبدالعزيز أحمد محمد أحمد عبدالله النعار الدائرة الخامسة الفائز فيها صالح جاسم سلطان جاسم بوهزاء الدائرة السادسة الفائز فيها فاضل عباس حسن أحمد العود الدائرة السابعة الفائز فيها أحمد محمد عبداللطيف أحمد المقهوي الدائرة الثامنة الفائز فيها محمد عادل يوسف عبداللطيف المقهوي المحافظة الشمالية الدائرة الأولى الفائز فيها سيد شبر إبراهيم فاخر الوداعي الدائرة الثانية الفائز فيها باسم علي جعفر عبدالله أبو دريس الدائرة الثالثة الفائز فيها محمد سعد صالح سعد الدوسري الدائرة الرابعة الفائز فيها سلمان محسن عبدالربو عبدالله الدائرة الخامسة الفائز فيها طارق جعفر محمد الفرساني الدائرة السادسة الفائز فيها عبدالله عبدالحميد عبدالله عاشور الدائرة السابعة الفائز فيها زينة جاسم علي جاسم الدائرة الثامنة الفائز فيها جاسم محمد يوسف هجرس الدائرة التاسعة الفائز فيها عبدالله مبارك بلال مبارك الدائرة العاشرة الفائز فيها عبدالله شريد خليل إبراهيم الذوادي الدائرة الحادية عشر الفائز فيها عبدالله إبراهيم خميس راشد الذوادي الدائرة الثانية عشر الفائز فيها زينب محمود علي عبدالحسين لدرازي المحافظة الجنوبية الدائرة الأولى الفائز فيها عبدالله صالح يمعد الراج الدائرة الثانية الفائز فيها مبارك فرج مبارك سعد الدائرة الثالثة الفائز فيها عبدالله إبراهيم عبداللطيف إبراهيم الدائرة الرابعة الفائز فيها محمد حسين عبدالرحمن أحمد دراج الدائرة الخامسة الفائز فيها خالد صالح محمد قائد شاجرة الدائرة السادسة الفائز فيها أحمد عبد الله علي إبراهيم العبد الله الدائرة السابعة الفائز فيها عبد الله أحمد إبراهيم بوبشيت الدائرة الثامنة الفائز فيها علي عبد الحميد علي يوسف سليمان الشيخ الدائرة التاسعة الفائز فيها حمد علي راشد زيد علي الزعبي الدائرة العاشرة الفائز فيها حسن صقر حسن حسن الدوسري وبهذه المناسبة ترفع اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات ورئيساء اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز خالص التهاني والتبركات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المعظم وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين الوفي بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية في عامها 2022 في الدورين الأول والثاني ساءلين المولى عز وجل دوام التقدم والخير والازدهار دي المملكة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته